بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم الثاني من شهر برمهات المبارك سشهاد القديس الأنبى مكراوي الأسقف في مثل هذا اليوم من سنة 305 ميلادية استشهد القديس الأنبى مكراوي الأسقف ولد هذا القديس بأشمون جريس بمحافظة المنوفية من أبوين مسيحيين غنيين في التقوى والإيمان والمال أيضا فربياه أحسن تربية ولما كبر عكف على الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة حتى ذاعت فضائله فرسموه أسقفا على مدينة نيقيوس وهي حاليا قرية زاوية رزين بمحافظة المنوفية فأقام مجاهدا ومعلمة ومثبتا شعبه على الإيمان المستقيم فسمع به يونيان سلوالي فاستحضره وعرض عليه عبادة الأوثان ولما رفض أمر بأن يضرب ويهان ويذاب جير في خل ويصب في حلقه ففعلوا به ذلك وكان الله يقويه ويشفيه ولما احتار الوالي في أمره أرسله إلى أرمنيوس والي الإسكندرية فأودعه السجن وقد أجرى الله على يديه آيات كثيرة فبلغ إلى مسامع الوالي أرمنيوس ما يفعله هذا القديس من الآيات فأمر بعصره في الهمبازين وتقطيع أعضائه ثم ألقوه للوحوش الضارية فلم تؤذه أخيرا قطع رأسه بحد السيف فنال إكليل الشهادة فأخذ القديس يوليوس الأقفاصي جسده وكفنه بإكرام عظيم ووضع صليبا على صدره وأرسله في سفينة بصحبة غلمانه إلى مقر كرسيه فأبحرت السفينة وتوقفت عند بلدته أشمون جريس ولما لم يستطيع تحريكها فهموا أن الرب يريد أن يكون جسد القديس في هذا الموضع فخرج الشعب وحملوه مرتلين أمامه ودفنوه وكانت مدة حياته مائة وإحدى وثلاثين سنة منها تسع وستون سنة في الرئاسة الكرائسية وهكذا أكمل جهاده الحسن بركة صلواته فلتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار أبا مكراوي الأسقف إذ كنت تصنع آيات وقوات عظيمة في المرضى بسم المسيح ولما سمع المندوب عنك فأرسل جنودا أشداء خلفك فدخلت إلى هيكل الله ولم تخشى من العذاب ولما علم المتولي عن القديس أنه أسقف ورئيس كهنة أمر أن يعاقب ويهان ويعقل في السجن ثم أرسله إلى الإسكندرية إلى أرمنيو سلوال الرديء فصنع هناك آيات وقوات كثيرة وبعد ذلك نزعت رأسه بحد السيف ونال إكليل المجد في السماوات وأخذ يوليوس جسده الظاهر بصلوات هذا القديس يا رب أنعم لنا بغفران خطايان أنا أبتدئ باشتياق واستبشار قلب أن أتكلم بكرامتك يا أبانا القديس أنبا مكراوي يا من اختاره الله وجعله أبا للكنيسة ليرعى شعبه باستقامة قلبه يا من سلم نفسه وجسده بفرح وقبل عذابا كثيرا من أجل ابن الله الحي يا من كشف الله له أسرارا عظيمة ومنحه نعمة شفاء المرضى إذ كنت تجمع كل أحد بسنارتك الروحانية إلى الكنيسة التي هي القطيع الناطق وكنت تحرس خراف قطيع المسيح من الذئب الشرير لألا يخطف شيئا منها وكنت تأمر الشعب ألا يأكلوا من الزوان الذين هم الذبائح النجسة التي للأوثان طمثة لكن من شجرة الحياة ومن ينبوع الماء الحي الذي هو الجسد المقدس والدم اللذان ليسوع المسيح ولما غرست وسقيت كرم المسيح حتى أخرج ثمره بمائة وستين وثلاثين أيها العظيم الأنبى مكراوي المعظم في الأساقفة واللابس جهاد الشهادة الذي لربنا يسوع المسيح المحارب العظيم والجندي الغالب والمجاهد الحقيقي غير المأخوذ في المعركة حتى نلت الإكليل غير البالي مع شهداء المسيح في أوروشليم السمائية موضع نياح المتعبين أطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايا